مزيداً من ضياع الوقت ومزيداً من الجهود العبثية ومزيداً من اللاحل ذاك ما تسوقه الأمم المتحدة والشرعية والميليشيا مجتمعين لأولئك المغلوبين على أمرهم بانتظار فرج انتهاء الحرب كل ملفات التفاوض التي اتفق عليها في استوكهولم موصود أبواب الحل فيها لا ملف تبادل الأسرى ولا ملف الحديدة والميناء استطاعت الأمم المتحدة تحقيق اختراق فيهما للمواقف المتصلبة ذهب كاميرتا الجنرال الهولندي وأتى الجنرال الديناماركي مايكل لوزجارد وبقي تعنت الميليشيا هو من يتحكم في رتم المفاوضات ونتائجها وعلى الرغم من أن الجنرال الديناماركي يحاول البدء من حيث منتهى سابقه إلا أن استراتيجية التعامل معه لم تتغير فأول ما يفكر به وفد الميليشيا هو كسب الوقت والمماطلة هذا متضح جليا في نهاية الجولة الثانية من الاجتماعات التي طالبت فيها الميليشيا مزيدا من الوقت لدراسة ما اقترحه رئيس بعثة المراقبين الذي وصل إلى مدينة عدن للقاء رئيس هيئة أركان الجيش الفريق الركن عبدالله النخعي للتباحث حول نتائج الجولة الأخيرة من المباحثات الخاصة باتفاق إعادة الانتشار والانسحاب من المدينة والميناء والتي أكد فيها رئيس أركان الجيش استعداد القوات الحكومية للانتشار الآمن في الحديدة تنفيذا لاتفاق السويد مشددا على تحديد الأولويات وإنجاح المهام وفقا للخطة المزمنة ترجمة نانسي قنقر